هنروح الآن لبيروت ومعنا الكاتب حنة صالح كاتب محلل سياسي ونبدأ بأول سؤال له وهو المرتبط بعملية اغتيال جديدة تقوم بها إسرائيل لواحد من القيادات المعادية لها في لبنان وكان ذلك في النبطية إيه تأثير نهج الاغتيالات النوعية هذه على قوة فصائل حزب الله فضل يا فنة أظن أن هذه العمليات التي بدأت منذ فترة تستهدف القيادات الميدانية القيادات الوسطية القيادات العسكرية الأساسية بوهم أن إسرائيل عندما تطال هذه القيادات تلقي الرعب من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن يقال أنها قوضت جزء أساسي من القدرة العسكرية للطرف المستهدف والحديث هنا يتناول حزب الله بأي حال هو منهج عام تتبعه إسرائيل والولايات المتحدة من غزة إلى سوريا واللبنان والعراق هذا منهج عام ويبدو أن هذا المنهج يهدف إلى التركيز على ضرب قيادات عسكرية والتقليل من سقوط المدنيين كي لا تقوم الضجل كبيرة لكن في العملية التي جرت في النبطية هناك أدة مسائل يجب أن نتوقف عندها بعد عملية الضحية الجنوبية التي سقط فيها القائد في حماس العروري عملية النبطية هي خارج منطقة عمليات القوات الدولية جنوب الليطاني هي في العمق بعيدة جدا عن الحدود في مدينة آهلة في السكان إنها توجه رسائل عديدة رسالة الأولى أن الاختراقات الاستخبارية والأمنية كبيرة جدا بمعنى أن حركة قيادات حزب الله القيادات العسكرية هي تحت رقابة ربما كانت لصيقة بدليل أن خمس عمليات أو ست عمليات استهدفت قياديين وأدت إلى سقوط هؤلاء القيادين سواء كانوا من قيادات قوة الرضوان أو حتى وسام الطويل الذي لم يكن أحد يعلم كيف يتحرك ونادرا ما كان يزور منطقة الجنوب ومنزله وبيته ولا يستخدم هاتفه قد وصلوا إليه عبر عبوة على الطريق وليس من الجو هل كان المقصود السيد علي كاركي هو المسؤول العسكري قائد العسكري لقوات حزب الله فهو كان المقصود لا أعلم إذا كان علي كاركي هو قائد قوات حزب الله ما قيل عن عباس الدبس هو مسؤول أيضا كبير قيل أنه القائد العسكري العام هل التعبيد دقيق قيل قيل لا معلومات دقيقة لكن الأبرز الذي استهدف هو وسام الطويل بدون شك هو قائد قوات الرضوان وهي قوات الخاصة لحزب الله هل عملية الأمس كان فيها قتلة لقيادات كبيرة ذات وزن ثقيل وفق المعلومات اليوم لم يسقط قتلة هناك جرحة وأحدهم كان بحالة خطرة تمكنوا من الخروج من السيارة قبل أن تنفجر كليا ويبدو عمليا أصيبت السيارة لكن من حسن حظهم أنه وفق المعلومات في بيروت أنه لم يسقط أحد بالتأكيد كان هناك أكثر من مسؤول في السيارة وهو كانت أكثر من سيارة كما قيل للتضليل لكن المتابعة الإسرائيلية المتابعة الإستقباراتية هذا الاختراك الأمني حدد السيارة المستهدفة بدقة طيب سيد حنة صالح لأي مدى حرك ترى أن هذه الاغتيالات ناجحة يعني فيه سياسة في الصين اسمها قص العشب كلما يعني العشب اللي هو المقاومة يعني تنمو قليلا فهي أنه نحن نقضي عليها لكن هنا بقى مش عشب هو هنا بيحاول أنه يقطع الشجر اللي هو القيادات الأبرز لأي مدى هذه فعالة يا فندم كسياسة واقعيا إسرائيل تعتمد في حربها على جنوب لبنان وعلى لبنان أكثر من أنصر كما تفضلت استهداف القيادات العسكرية لكنها على امتداد الشريط الحدودي أقامت حزاما أمنيا كبيرا بتدمير عشرات القرى هناك أكثر من غزة صغيرة على امتداد الشريط الحدودي من النقرة حتى حصبية مسافة طويلة باتت خالية كليا من السكان أكثر من 10-12 كيلوماتر من الدمار الكامل وهي كما يردى يتردد في بيروت بين وسائل الإعلام وإعلاميين جرى إخلاء المنطقة ليس من السكان ترجع حزب الله في عدة مناطق كي لا يكون تحت القصف اليومي إسرائيل تستخدم بقوة القصف الجوي والمدفعي وهي لم تعد تنتظر إطلاق صواريخ لترد عليها بل هي الآن مبادرة هي تمسك زمام المبادرة وستستخدم الله أكثر فأكثر وإيران هنروح لساة اللواء ساة غنين فلسولي ساة اللواء هو لما أنا كجندي أو كمقاتل أعلم أن قياداتي سواء بقى من حماس أو من حزب الله أو قيادات حتى إيرانية من الحرس الثوري بيستهدفوا بهذه الطريقة وبيبقى شقة في عمارة شقة بتضرب بيموت 2-3 أو مركب عربية وفيه 3-4 عربيات للتمويه ومع ذلك برضو يتضرب هل دي المفصود منها أنه يقتل روحي المعنوية ويحاسس أنه ورقي مكشوف والاستخبارات ونجحة كويس جدا هو ده الهدف بالتأكيد ويمكن لو ده يرتبط بسؤال حضرتك المرة الفاتت وإجابة عليه أن أنا كنت هرد على رضيف حضرتك أقول مثلا لو كان الفكرة في السنوار كما تحاول أن تظهر إسرائيل أو الفكرة في القيادي كذا أو كذا لو تم استهداف السنوار اليوم وتم قتله أو استشهاده ونجحوا في ذلك هل ستوقف الحرب؟ نأتني يوم محمد من الذي يقود القتال؟ أبو عبيدة من باب أول ما تقوله أبو عبيدة أنا مستغرب الحقيقة هو فيه إسرار على التأكيد على اسم السنوار دي مقصودة من وجهة نظر إسرائيل وأنه بيوحي للجميع أن بانتهاء السنوار تعال نرجع تاني واحدك لسؤال حضرتك نفس الفكرة استهداف قادة معينين أعتقد بالذات في التنظيمات المسلحة التي ليست تابعة لجيوش النظامية وحتى في الجيوش النظامية عندما يتم استهداف القائد هناك الصف الثاني والثالث وهكذا بس أصدي هل القيادات الأدنى ترى أنه دي لابد من الانتقام والروح الجهادية لا مش كده وبس يا رب أنول نفس الشرف أنه أبقى مكان وأنول نفس الشرف يعني ممكن تناعكس كده يعني عقيدة القتالية عندنا كالشرق أوسطيين لا لا في العالم عفوا نفهم لا لا في العالم إلا لو كان دي الجيوش أو دي التنظيمات المسلحة أخيات تبال حضوري برضو حيثة ظهارة عايزة داخل في اسلوب أنا بعتبره أحمق أنا آسف في اختيار هذا اللفظ أن لو فلان استسلم الدنيا طب ده معنى حاجة أولا أنت المفروض بتقاتل من هو مسلح فبي يرد عليك أو هو يقتلك وأنت ترد عليه فإذا بتقول عايزين الضمار ينتهي وعدم واستهداف المدنيين ينتهي إلا أنت بتقر وهو له الحق أن يقتلك مرتين مش مرة واحدة يعني أنت كده بتقول والله ما نوقف بقى الضمار يعني أنت بتقر أن في ضمار غير قانوني محرم أنت تحدثه صحيح أحسن ستلهم طيب هروح مرة أخرى لبيروت والكاتب والمحلس سياسي حنة صالح عرفنا أن وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان وده جاي في أعقاب التصريح من خمس دول أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بحزمة مساعدات محتملة للدولة اللبنانية على شام شكل أو بآخر تحقق نوع من الهدوء في الحدود الجنوبية اللبنانية اللي هي الشمالية الإسرائيل لأي مدى داخل الطرف الإيراني علشان يبقى سبويلر يبوز الطبخة الجاية من الخماسي الأوروبي والأمريكي ما أزيع عن مشروع أمريكي مدعوم من دول أوروبية لتسوية تضمن الأمن على امتداد خط الحدود ومعالجة الثغرات الحدودية وتسمح للمستوطنين بالعودة والمهجرين اللبنانيين بالعودة وانسحاب حزب الله تم ربطه كما يشاع بتسوية أوسع تطال الداخل اللبناني ما يريده حزب الله من هذه الصفقة سمن في الداخل اللبناني هنا المسألة التي تريدها أيضا إيران في العام تسعين بعد مشاركة الرئيس السوري بحرب الخليج الأولى رسميا الغرب وكل الدول الخارجية أقرت بالهيمنة السورية بالاحتلال النظام السوري للبنان تحت عنوان احتلال مؤقت ضروري ومؤقت حزب الله نيابة عنه أن إيران هو يمسك القرار اللبناني ويحتل القرار اللبناني ما تضغط بشأنه إيران ويضغط بشأنه حزب الله أن يكون هناك اعتراف مباشر يعني الزيارة بتاعت وزير خارجية الإيراني هل هي أتت كي تمنع الاقتراح الخماسي من أن ينال من سيطرة إيران على حزب الله وبالتالي حزب الله على لبنان في كلمة واحدة بعد إذن الله إيران تريد الحفاظ على قوة حزب الله وتريد منع توسع الحرب وتريد تمكين حزب الله من مساك الوضع بقوة في لبنان هذا هو المشروع الإيراني وهي كانت قد نالت الكثير بالترسيم البحري عندما كان حزب الله هو المفاوض واتخلع عن صالح الكاتب والمحمد السياسي كمان بتوجب الشكر لي ضيفنا الدائم اللي بيساعدنا وبينورنا وبيعال أنا شخص بتعلم منه يعني شكرا جزيلا فنم أعزائي المشاهدين لسه حلقاتنا مستمرة وإن شاء الله نشوف حضراتكم بعد فاصل اشتركوا في القناة